اشتركوا في القناة اتكلم عن مبالغ فوق خمسين مليون دولار للفيلم الواحد والمبالغ هذه يا جماعة طبعا ما جات كذا بالبركة او تعال خذ فلوس لا جات بطريقة يعني استراتيجية من الممثلين انفسهم مش من شركات الانتاج مباشرة عموما يا جماعة عشان لا يطول الفيديو ولا تطول المقدمة اكثر من اللازم اشتركوا في القناة اوما كنتم مشتركين فعلوا جرس التنبيهات عشان تصلكم فيديوهات اوال باول اوالها من هذا كله اذا عجبكم الفيديو اذا اضعوا زرنا لايك لانه مرهم بساعدني كثير وتعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في صندوق الوصف غير كذا اربطي لحزامك اربطي لحزامك ويالله بنا نخوش على الفيديو في المركز العاشري يا جماعة الممثل القدير جاك نيكلسون سنة 1989 وصل لجاك نيكلسون عرض لبطولة شخصية جوكر في فيلم باتمان وكان عرض متواضع جدا قالوا له كم تبغى يعني مني مني واتفقوا على ستة مليون دولار لما اقول لكم ستة مليون دولار قليلة اتكلم انها في عرف هوليوود وبالذات مع ممثل زي جاك نيكلسون مبلغ بسيط جاك نيكلسون قالوا موكي ستة مليون ما في مشكلة ولكن برضو ابغى نسبة من ارباح الفيلم في شباكة تذاكر حول العالم يعني لو الفيلم جاب مليار تعطوني نسبة من هذه المليار لو الفيلم جاب مليون تعطوني نسبة من هذه المليون وبعد عرض فيلم باتمان سنة 1989 حول العالم جمع ايرادات وصلت الى اكثر من اربعمائة مليون دولار وبعد انتهاء الفيلم وبعد جمع ارباحه النسبة اللي وصلت الى جاك نيكلسون في حسابه البنكي عن دوره لبطولة شخصية جوكر في هذاك الفيلم وصلت الى ستين مليون دولار يب عقده بستة مليون ومع النسبة صار ستين مليون دولار وبكذا يصبح الممثل جاك نيكلسون صاحب اغلى عشر عقد في تاريخ هوليوود في المركز التاسع الممثل الكبير هاريسون فورد سنة 2008 يا جماعة وصلوا عرض لبطولة فيلم انديانا جونز الراتب اللي اخذوا هاريسون فورد عن دوره او عن بطولته لهذاك الفيلم ماهو معروض ولكن خلينا نقول انه مثلا عشر مليون عشرين مليون حقه زي كده هاريسون فورد قالهم يا جماعة ايا كان المبلغ اللي بتعطوني اياه مقابلة للفيلم انا راضي فيه ما يهم المبلغ ولكن يهمني انكم تعطوني برضو ايش نسبة من ارباح الفيلم وبحكم انه فيلم انديانا جونز حقق ارباح تجاوزت 790 مليون دولار حول العالم في شباك التذاكر وصل لهاريسون فورد بعد عرض الفيلم وبعد جمع ارباحه في شباك التذاكر العالمي 65 مليون دولار امريكي وبكذا صار الممثل هاريسون فورد صاحب تاسع اغلى عقد في تاريخ هوليوود من فيلم واحد ياب في المركز الثامن النجمة الكبير توم كروز سنة 1996 يا جماعة وصل لتوم كروز عرض لبطولة فيلم ميشن امباسيبول وهذاك كان الفيلم الاول والجزء الاول لسه الناس ما تعرفش يعني ميشن امباسيبول او المهمة المستحيلة اللي ما تعرفونه يا جماعة عن توم كروز في التسعينات يعني على ذيك اليوم ما كنا يعني فاهمين ولا واعين نتكلم عن نفسي يعني والناس اللي قدي في هذهك الفترة يا جماعة توم كروز كان مسوي ضجة في العالم بالذات يعني في عالم البنات غير انه اسس لنفسه قاعدة جماهيرية جدا ممتازة بعد عرض فيلم توبغان سنة 1987 عموما وصلها العرض لبطولة ميشن امباسيبول الاول الراتب ماهو معلن وماهو دقيق بالملي كم ولكن توم كروز ما طلب كثير قالوا يا جماعة معلكم من الراتب امره هي انا يهمني انه جيني نسبة من ارباح الفيلم برضو وبعد عرض فيلم ميشن امباسيبول الاول وصلت ايراداته في شباك التذاكر العالمي الى اكثر من 450 مليون دولار ومباشرة بعد جمع ارباح الفيلم وبعد تصفيتها وصل لتوم كروز في حسابه مبلغ 70 مليون دولار امريكي وبكذا صار توم كروز صاحب اغلاثا من عقد في العالم في تاريخ هوليوود وفي المركز السابع الممثل الكبير توم هانكس واني في سنة 1994 وصله احد اقوى العروض على الاطلاق في فيلم فوريست جان وعلى نهج كثير من الممثلين توم هانكس ما تشرط في الراتب الراتب اللي هيبوها تو مو مشكلة ولكنه برضو ايش طالب نسبة من ارباح الفيلم وبعد عرض فيلم فوريست جامب في السينما وكلنا عارفين قديش فوريست جامب سوى ضجة هذيك الايام سواء كنا عايشين ولا لا فيلم فوريست جامب سوى ضجة هذيك الايام والى يومنا هذا وهو ما زال مسوي ضجة عموما الفيلم في هذيك الايام حقق ايرادات تجاوزت الستمائة والسبعين مليون دولار امريكي ومباشرة بعد عرض الفيلم وبعد تصفية ارباحه النسبة اللي وصلت الى توم هانكس في حسابه البنكي كانت سبعين مليون دولار امريكي عن دوره فقط في فيلم فوريست جامب وفي المركز السادس الممثلة ساندرا بولوك سنة 2013 يا جماعة وصل لساندرا بولوك عرض لبطولة فيلم غرافيتي كل انه نعرف فيلم غرافيتي تقريبا الناس المهتمين في مجال السينما عارفين فيلم غرافيتي وعارفين الفيلم ذا قديش سوى ضجة في ذيك الايام ترشح الاثنى عشر جائزة اوسكار واخذ ترشيحات ثانية كثيرة ومو منيش الفيلم سوى ضجة الحلو في الموضوع يا جماعة انه ساندرا بولوك جهتها شركة الانتاج وقالولا يا حبيبتي حنعطيك عشرين مليون دولار مقابل دورك في هذا الفيلم البنت وافقت قالت عشرين مليون طيبة ولكن يا جماعة انا طماعة شوية انا ابغى كمان قالولا امرو الدلال ايش تبغي قالت والله توم هانكس ما احسن مني توم كروز مش احسن مني كل الممثلين مش احسن مني قالولا اوك ايش تبغي قالت انا بغى نسبة من ارباح الفيلم يا بنت الحلال معك عشرين مليون مش كفاية قالت لا مش كفاية ولا علشان ابنتها قالوا لا بشري طال عمرك لك نسبة من شباك التذاكر العالمي وعشرين مليون فوقها حلو قالت لهم حلو المهم يا حبيبي وبعد عرض الفيلم وصلت إيراداته إلى 700 مليون دولار أمريكي وحاج وطلعت نسبة الأرباح اللي حتأخذها فقط ساندرا بولوك من 700 مليون هذه 50 مليون دولار زائد الراتب اللي أخذته 20 مليون 70 مليون دولار أمريكي أخذتها ساندرا بولوك عند دورها في فيلم غرافيتي وبكذا صارت ساندرا بولوك صاحبة أغلى عقد في فئة السيدات وصاحبة سادس أغلى عقد في تاريخ هوليوود وكمان للأمانة ساندرا بولوك هي السيدة الوحيدة في قائمتنا اليوم وفي المركز الخامس الممثل الكبير روبرت داوني جونيور العادمي هذا يا جماعة دخل قائمة أغلى عقود في تاريخ هوليوود بطريقة قادحة جدا يسألوني شلون سنة 2013 يا جماعة الآدو يمثل في فيلم آيرون مان الجزء الثالث طبعا انسوا الأفلام القديمة احنا بنتكلم عن الأفلام ايش اللي جاب فيها عقودة غالية وللأمانة ما هو معلن الرقم بشكل واضح ولكن خلينا نقول انه أخذ له كم مليون من هذا الفيلم سنة 2018 برضو مثل في فيلم أفينجرز انفينيتي وور وخلينا نقول انه أخذ له كم مليون منه احنا نتكلم عن راتب اساسية لها سنة 2019 برضو مثل في أفينجرز اند جيم وخلينا نقول انه أخذ له كم مليون ثاني مع النسبة اللي طلبها من كل فيلم بالإضافة إلى راتبه وصل لروبرت داوني جونيور عن كل فيلم من الثلاثة الأفلام اللي ذكرناها 75 مليون دولار أمريكي مش الأفلام كلها كل فيلم من الثلاثة أخذ عليه 75 مليون 75 مليون 75 مليون يعني اجمالا روبرت داوني جونيور أخذ حوالي 250 مليون دولار عن الثلاثة أفلام هذه غير الأفلام الثانية وبكذا يدخل روبرت داوني جونيور قائمة أغلى العقود في تاريخ هوليوود بثلاثة أفلام مش عن فيلم واحد وفي المركز الرابع يا جماع عندنا الممثل ويل سميث سنة 2012 وصلوا عرض في أحد الأجزاء أول جزء الثالث بالتحديد من سلسلة من إن بلاك سلسلة مشهورة ومعروفة وتجيب مليارات العادمي ما تشرط كثير ويل سميث ذكي برضو ومدير أعماله أكيد ذكى منه قال له يا حبيبي اسمع لا تطلب راتب خلي الراتب يولي الراتب خذ اللي هيبه 10 مليون 20 مليون لا تفكر في الراتب كثير بس أطلب نسبة من أرباح الفيلم ويل سميث قال أوكي وراح وأخذ الراتب اللي هيبه وطلب نسبة من أرباح الفيلم طبعا ويل سميث ومدير أعماله ما سوا الخطوة هذه لأنهم عارفين أنه سلسلة من إن بلاك تجيب مبالغ مرة ضخمة في شباك التذاكر وبعد عرض الجزء الثالث من سلسلة من إن بلاك بالرغم من أنه تقييمه يعني تقريبا عادي إلا أنه الفيلم حقق مبالغ جدا جدا خيلية في شباك التذاكر والنسبة اللي طلعت لويل سميث بعد عرض الجزء الثالث من سلسلة من إن بلاك كان مئة مليون دولار أمريكي يب مئة مليون دولار أمريكي نزلت في حساب ويل سميث وبكذا يصير ويل سميث صاحب رابع أغلى عقد في تاريخ هوليوود بمبلغ مئة مليون دولار عن فيلم واحد وفي المركز الثالث للمرة الثانية في قائمتنا اليوم الممثل توم كروز ولكن هذه المرة توم كروز دخل القائمة بطريقة قادحة شوية أقدح من طريقة روبرت داوني جونيور بتكث فيلم وار أوف وورد سنة 2005 على هدم يأخذ له كم مليون وقال له ما بغيش نسبة من شباك التذاكر وسنة 2000 نزل فيلم ميشن إمباسيبول الثاني وبرضه أخذ له كم مليون منه بالإضافة إلى نسبة من أرباح الفيلم وبعد عرض كل فيلم من هذه الأفلام نزل في حساب توم كروز عن كل فيلم مئة مليون دولار أمريكي برضو يعني الفيلمين هذه بس دخلت لتوم كروز مئتين مليون دولار أمريكي غير كذا توم كروز تقريبا كل فيلم يشارك فيه حاليا يطلب نسبة ما يهم مراته فيلم توم كروز الأخير ترى ما طلب فلوس كثير طلب 13 مليون بس بالإضافة إلى نسبة من أرباح الفيلم في شباك التذاكر وبحكم أن توم كروز الآن وصلت إراداته إلى مليار دولار على الأقل بينزل في حساب توم كروز حوالي 100 مليون إضافية غير 13 مليون وفي المركز الثاني عندنا الممثل القديم والقدير بروس ويلس واللي مؤخرا أهله أعلنوا أنه تم إصابته بمرض الحبسة واللي يفترض أنه يخلي المصاب فيه يواجه صعوبات في النطق وأحيانا عدم القدرة على الكلام تماما فيبقى بالفترة أعلنوا اعتزال الممثل تماما أهله عوما يجي معت الخير سنة 1999 وصل لبروس ويلس عرض في بطولة فيلم الحاسة السادسة أو The Sixth Sense سعلي بروس ويلس عندنا لك بطولة فيلم وبنعطيك عليه كم تبغى 10 مليون منا منا وصلوا إلى اتفاق أنه يأخذ 14 مليون دولار كراتب أساسي قال لهم بس شوفوا يا جماعة أنا بروس ويلس وكلنا نعرف بروس ويلس في سنين من السنوات الماضية كان بروس ويلس له اسمه وقيمته يعني إلى مؤخرا بدأ ينحدر بسبب الأفاهم اللي يقدمها عموما قال لهم يا جماعة أنا بغى نسبة من أرباح الفيلم قالوا له والله تبشر أعطوه نسبة من أرباح الفيلم فيلم الحاسة السادسة ما حد كان متوقع أنه بيجيب إرادات مرة كثيرة لأنه الفيلم واحد من أقوى الأفلام وفيه توست ابن 66 توست بعد عرض الفيلم الفيلم جاب إرادات مرة كثيرة تجاوزت مدري كم مليون عموما بعد عرض الفيلم في شباك التذاكر العالم يحقق أرباح تجاوزت مئات ومئات الملايين والمبلغ اللي وصل لبروس ويلس بعد عرض الفيلم وصل إلى 100 مليون دولار أمريكي يب بروس ويلس طلب 14 مليون مقابل العقد بالإضافة إلى النسبة ووصلوا 100 مليون دولار إلى حسابه بعد عرض الفيلم أما في المركز الأول وكأغلى صفقة في تاريخ هوليوود وأكبر قيمة عقد عرفها تاريخ البشرية عندنا الممثل كيانو ريفز ما كنتم متوقعين صح كنتم متوقعين أي شخص تاني للكيانو ريفز صح كيانو ريفز يا جماعة وصلوا عرض لبطولة فيلم ذا ميتريكس فيلمين فيلمين في عقد واحد فيلمين في عقد واحد ما عندهم وقت الجماعة يلا يلا المهم يمين شمال مفاوضات طلعة نزلة كم حتأخذ على الفيلمين قالهم أنا أبغى 30 مليون دولار قالوا له تبشر بقى هذه 30 مليون دولار قالهم لحظة حتروح علينا كذا عمل على بطال أنا مثلت في الجزء الأول من ذا ميتريكس شفت الإرادات اللي جابها أبغى نسبة كمان من أرباح الفيلمين عجبكم عجبكم ما عجبكم بضروب الباب قالوا له الله تبشر نعطيك النسبة اللي تبغاها وكلنا نعرف يا جماعة قد إيش سلسلة The Matrix مجنونة وإلى يومنا هذا وهي مسوية ضجة بل إلى يومنا هذا في ناس معتنقين هذا الفيلم على إنه فيلم وثائقي يب شلت نظرية المؤامرة يشوفون إنه فيلم The Matrix فيلم وثائقي وإنه اللي صاير فيه قد يكون فعلا صاير في هذا العالم عموما الفيلمين بعد عرضها حققت إرادات تقريبا وصلت إلى مليار دولار نخيلوا المبلغ اللي نزل في حساب كيانو ريفز بعد عرض هذه الفيلمين كم وصل 156 مليون دولار أمريكي نزلت في حساب كيانو ريفز بعد عرض هذه الفيلمين وإلى يومنا هذا إلى يومنا هذا ما في أي أحد ولا أي ممثل قدر يكسر هذا المبلغ من ناحية قيمة العقود تدخل على قائمة أغلى العقود في تاريخ هوليوود تلاقي كيانو ريفز متكفه فيلمين The Matrix بعقد واحد مقابل 156 مليون دولار أمريكي يستاهل كيانو ريفز ليش لا وبكذا جماعة نكون وصلنا إلى نهاية هذه القائمة وهذا الفيديو أثري جدا إذا أعجبكم الفيديو ضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول ولا هم من هذا كله تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في صندوق الوصف بالإضافة للدسكورد والتويتش مرضو راح تلوقوها في صندوق الوصف أعطيكم العافية كم معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم